اليوم ان شاء الله بنا نحكي في موضوع هل من الآمن استخدام الكراكات لتفعيل البرامج ولا لا لن أعرف ما يعني الكراكات هي عبارة عن مفاتيح تنشيط غير رسمية الناس بتحاول من خلالها انه تفاعل نسخ الويندوز مثلا او البرامج مثل ارب فوتوشوب اوتوكاد وغيرها من البرامج عشان تستخدمها من غير ما تطرق تدفع ثمنها السؤال اللي بترح نفسه هل الشركات راضية عن الامر الشركات طبعا مش راضية عن الامر والشركات في الغالب بتحاول تكتشف البرامج اللي بتمتفعيلها بنسخ مكركة وتعملها ايقاف لكن احنا ما بدنا نغطي الجانب هادف هالفيديو بدنا نحكي عن موضوع هل من الامر استخدام الكراكات او سريالات لتفعيل البرامج اللي بنحصل عليها مواقع الانترنت بدون دفع ثمنها ولا لا الموضوع بسيط جدا انت لما تحمل الكراك من الانترنت الكراك اول خطوة بيحكي لك اياها الشخص اللي منزل الكراك او التفعيل الغير رسمي للبرنامج انك تطفل الانتي فيروس اللي عندك الان عملية تطفل الانتي فيروس اللي عندك الهدف منها انه منع جهازك من اكتشاف الباتش او التفعيل الخاص بالبرنامج لانه عبر عن فيروس الان يمكن معظمنا فعل برامج كتير عن طريق باتشات حملها مواقع الانترنت المختلفة فعل فوتوشوب فعل اوتوكاد فعل انترنت داونود مانجر او فعل برامج كتير ثانية وزبط مع الموضوع عادي لكن هنا في جانب خفي للموضوع شو جانب الخفي انت حسب الموقع اللي بتحمل منه الباتش او التعريف هذا ممكن يتم زراعة فيروسات داخل الباتش نفسه بحيث انه انت اطفيت الانتي فيروس استخدمت الباتش هذا والباتش هذا راح زرع نفسه في جهازك فبالتالي صار فيه امكانية انه يتحكم في جهازك بشكل كامل عن بعد طبعا انت ممكن تحكي انه هاي الحالة ما صارت معايا بس الفكرة في الموضوع كله انه انت لو صارت معاك مش راح تعرف لانه ممكن اي شخص من خلال الباتش هذا يتحكم بجهازك بشكل كامل وحتى يفتح الكاميرا تبعتها فموضوع استخدام الباتشهات يعتبر موضوع غير امن بتاتا وما حد بينصح فيه سواء في المجال التقني او في مجال البرمجيات فمهم جدا نعرف لانه نحمل اي باتش او اي تفعيل انه هذا استخدام خاطئ للبرنامج واذا فيه امكانية انه احنا نشتري البرنامج شرية ما فيه اي مشكلة انك تشتري اذا بتحقق من خلاله دخل لكن لو كنت مضطر تحمل باتش او تفعيل يفضل انه انت تحمله مصدر موضوع لانه هذا الباتش مش امن وممكن يزرع مثلا فيروس فيديا اللي انتشر من فترة بسيطة اللي بيشفر كل ملفاته مثلا لو كنت مصمم بيشفر كل الصور اللي عنده وبيحكي لك اذا بدك صورك مرة تانية اتفاعلنا مبلغ معين على البيتكوين لكي لا تتمكن من تتابعه فمهم جدا جدا تعرف انه استخدام الباتشات امر غير امن بتاتا ومجرد انت ما تشغل الباتش على جهازك انت فعليا بتفتح منفر ذالها كارد انهم يتحكم في جهازك بشكل كامل فلازم ناخد بالنا من النقطة هاي ما نحمل برامج مكركة اصلا واذا بطرنا نحملها نحملها ومصادر موثوقة ومجربة وما نطفل انتفايروس نهائي عن الجهاز لانه مجرد ما نطفل انتفايروس انت بتسمح لكل الهكرز لحوالين الدنيا اللي فيها الدنيا يدخلوا على جهازك ويختلقوه وياخذوا صلاحيات كاملة على الجهاز وفي ناس كتير اتعرضوا لمشاكل انا مش راح اذكرها في الفيديو هاد وتواصلوا معايا والامر وصل لجهات امنية عشان فقط استخدموا باتش وشخص تسلى لجهازهم سرق ملفاتهم صار يبتزهم فيها فمهم جدا 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 تحذروا الناس اللي بتستخدم هاي البرامج وتستخدم هاي الباتشات ومهم جدا انت نفسك تكون حذر في التعاون معاها اتمنى لكم السلامة وان شاء الله بلقاكم في فيديو جاي معكم اشرف المدهون من فريق خانسة التعليمي